اقتصاد في مصر أصبح ملف مهم وفي قلب هذا الملف هي قضية الاستثمار بسبب أوضاع كثيرة يعني عديدة أولا المناخ العالمي طبعا زي ما احنا عارفين في أزمة اقتصادية كبيرة وبالتالي مسألة العلاقة مع السوق الأجناء الخارجي بشكل عام يعني ستظل مرتبكة بسبب ارتباط الاقتصاد العالمي بمعنى أنه سيكون هناك ارتباط في حركة تدفقات الأموال أو ما يعرف بالأموال السخنة الأموال التي تسعى إلى الاستثمار في أدوات معينة هذا النمط من التدفقات الاستثمارية أو تدفقات رؤوس الأموال سيكون فيه مشكلة لفترة كبيرة بسبب ارتباط في السوق الدولي زي ما احنا عارفين أيضا رفع المستمر لمعدلات الفايدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ده أثر على نمط أو توجهات هذا النوع من تدفقات رؤوس الأموال احنا فيه ثبات احنا فيه ثبات واعتقد أن ده كان قرار حكيم جدا لأنه الجري وراء هذا الرفع المستمر لمعدلات الفايدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية اعتقد أنه سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الداخلي وبالتالي اعتقد أنه قرار تثبيت معدل الفايدة في مصر كان قرار حكيم فضلا عن أنه مستند إلى قراءة يعني لي حجم تدفقات هذا النوع من رؤوس الأموال وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي لأنها بتخلق حالة من عدم الاستقرار بالإضافة لده فيه طبعا سيظل في الفترة المقبلة ارتباك أيضا فيما يتعلق بسلاسل الإمداد فيما يتعلق بحركة التجارة الدولية كل هذه الأمور بتعني في المقام الأول أن يكون هناك تركيز على الملف الاقتصادي لأنه سيكون جزء من إدارة هذه الأزمة أو تبعات الأزمة العالمية على الداخل المصري بالإضافة لده أنه النموذج المصري أو العملية التنمية في مصر المنطلقة منذ عدة سنوات يعني تعطي أولوية للتركيز على ملفات معينة منها الاستثمار الاستثمار ظل في كل التجارب التنموية في العالم هو الرافعة أساسية أو إحدى الروافع الأساسية لعملية النمو الاقتصادي والتنمية اللي بيعطي وزن أكبر لقضية الاستثمار في مصر هو تركيز مصر في المرحلة المقبلة على ملفات معينة تتطبط بعملية التصنيع منها مثلا قطاعات زي صناعة السيارات جذب الشركات الكبيرة في العالم أيضا التركيز على قطاع مثل صناعة الأدوية هناك قطاعات معينة يتوقع أن تكون قطاعات رائدة في عملية التصنيع في مصر كل هذا يختاري تركيز على قضية السيارات دكتور محمد عندي مثلا في النموذج المغربي أو النموذج التركي في مجال تصنيع السيارات ليه إحنا ما أخذناش نفس الحزن كما طبعا باليوم باع الحياة يعني ده مرتبط بعوامل عديدة يعني إذا قلنا أن الحالة المغربية على سبيل المثال بدأت هذه التجربة تجربة جذب الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات يعني كان في هذه الفترة كانت الأوضاع في مصر مضطربة يعني كان في الأحداث 2011 قدت إلى خلق حالة من الارتباك أولوية التصنيع وأولوية الاستثمار الأجنبي ما كانتش على أولوية النظام اللي جاها يعني في هذه الفترة وبالتالي يعني إعادة الاعتبار لهذا القطاع أو الستثمار الأجنبي بشكل عام والتصنيع بشكل خاص والتركيز على صناعات معينة لتكون رائدة في عملية التصنيع في مصر ستحتلت اهتمام في الفترة الأخيرة وبالتالي نتوقع خلال الفترة المقبلة إن شاء الله يكون فيه نمازج رائدة تجر عملية التصنيع في مصر طيب دلوت